أول بلوته من كوكب لكوكب قزم وأصبح نيبتون هو أبعد كوكب في مجموعتنا الشمسية وبالفعل الكوكب بعيد جدا المدار بتاع كوكب نيبتون بيبعد عن الشمس بمسافة 4.5 مليار كيلو متر تقريبا وعلشان نبصت المسافة دي ونوضحها المسافة بينه وبين الشمس قد المسافة بين الأرض والشمس 30 مرة ومسبار فيجر 2 علشان يوصل للكوكب ده استغرقت الرحلة 12 سنة بالرغم من أن سرعة المسبار كانت 56 ألف كيلو متر في الساعة الوحدة محيط كوكب نيبتون من عند خط الاستواء بيوصل ل 155 ألف كيلو متر تقريبا وبكده يبقى أربع أضعاف محيط كوكب الأرض واللي المحيط بتاحها من عند خط الاستواء 40 ألف كيلو متر تقريبا وعلشان برضو نوضح الصورة أكتر لو سلمنا جدلا أنك راكب عربية وماشي على سطح نيبتون بسرعة 100 كيلو متر في الساعة وعايز تلف حوالين المحيط هتستغرق الرحلة معاك 67 يوم بدون توقف الأعصير اللي بتحصل على الأرض واللي سرعة الرياح فيها بتوصل ل 240 كيلو متر في الساعة بتكون مدمرة بمعنى الكلمة لكن لما نقارن ده بالأعصير اللي بتحصل على نيبتون هنلاقي إنها ولا حاجة الرياح اللي بتحصل على كوكب نيبتون بتكون سريعة جدا لدرجة إنها لو على كوكب الأرض هتكسر حاجز الصوت وأعلى سرعة رياح تم تسجيلها على كوكب نيبتون لحد دلوقتي كانت 2400 كيلو متر في الساعة الفلكيين بيقدروا إن نيبتون يتكون من 60 ل70% من التلج أما 30% اللي فضلين فهم تشكيلة من الأحجار والهايدرجن والميثين والهيليوم وده اللي بيخلي أغلب الناس تظن إن السبب في اللون الأزرق اللي به الكوكب هو التلج الكتير اللي عليه لكن الكلام ده غير صحيح السبب في اللون الأزرق هو إن غاز الميثان بيمتص اللون الأحمر وبيرد كل الأطوال الموجية التانية اللي باللون الأزرق فالكوكب أي إضاءة طوقة عليه من الشمس بيسحب منها كل الأحمر ويرد الأزرق بس ومع ذلك الكوكب لونه مش أزرق بالكامل أحياناً الكوكب بتظهر فيه مناطق غمئة بسبب الرياح وأكبر البقعة دي هي البقعة العملاقة اللي تم رصدها عن طريق مسبار فيجر سنة 1989 والعاصفة دي كانت كبيرة لدرجة إنها لو تحطت على كوكب الأرض تغلفه بالكامل كوكب نيبتون زي إخواته ليه أأمار إلا إن أأمار نيبتون هم 14 أمر رسمياً والأمر اللي اسمه ترايتون هو أكبر واحد فيهم وأكتر واحد فيهم مشهور وتم اكتشافه بعد اكتشاف نيبتون نفسه بثلاث أسابيع بس والأمر ده مشهور بالاضطرابات البركانية الكتير اللي عليها لكن الغريب في الأمر إنها مش اضطرابات بركانية من اللي إحنا عارفينها ولما البركان بيثور مش بيطلع لاظا أو نار زي ما بيعمل عندنا إنما بيطلع ميا وأمونيا والترتيب اللي في الصورة اللي قدامكه هو ترتيب الأأمر دي من حيث الاكتشاف وآخر أمر فيهم تم اكتشافه سنة 2013 وبالرغم من إن 14 أمر يعتبر عدد مهول بالنسبة لكوكب الأرض إلا إنك لو قرنته بكواكب تانية من الجرام بتوعه هتلاقي إن عدد الأأمر بتاعته قليلة وما ننساش إن كوكب المشتري ليه 67 أمر كوكب نيبتون بيدور حوالين نفسه بسرعة أكبر بكتير من سرعة دوران كوكب الأرض حوالين نفسه واليوم عليه بيستغرق تقريبا 16 ساعة بس من ساعات الأرض ويعتبر هو ثالث أقصر يوم في المجموعة الشمسية بتاعتنا كلها بعد زحل والمشتري واللي اليوم عليهم بيستغرق في حدود 10 ساعات من ساعات الأرض وبالرغم من قصر اليوم على الكوكب إلا إن السنة عليه في غاية الطول ونيبتون بيستغرق حوالي 165 سنة من سنين الأرض علشان يدور دورة واحدة بس حوالين الشمس يعني لو واحد اتولد عليه يوم ميلاده هيتكرر كل 165 سنة من سنين الأرض والسنة بتاعته طويلة جدا لدرجة إن سنة 2011 كانت أول مرة الكوكب ده يكمل دورة واحدة من يوم ما تم اكتشافه مؤخرا الفلاكيين أعلنوا إن كوكب نيبتون هو كمان له حلقات زي كوكب زحل وقرانوس وعدد الحلقات بتاعت الكوكب هي 6 حلقات لكن خفيفة جدا جدا وبالرغم من إن الحلقات دي تم اكتشافها سنة 1984 لم يتم تأكيد وجودها إلا سنة 89 عن طريق فويجار 2 والحلقات دي كتلتها تقريبا واحد على ألف من كتلة الحلقات اللي بتدور حوالين أورانوس بالرغم من إنها بتغطي مساحة كبيرة جدا بتوصل لمية 25 ألف كيلو متر تقريبا والحلقات دي خفيفة جدا لدرجة إن لو في رائط فضاء راكب في مركبة ومعدي من جنبها ممكن ما يقدرش يشوفها بالعين المجردة وكل اللي هيشوفه هو مجرد شكل قوس أبيض بيمثل الحلقة الخارجية والداخلية بالإضافة كمان لإن الحلقات دي في حالة تضاهر تماما والفلاكيين بيقدروا إن بعد 100 سنة من النهاردة حلقة من الستة دول هتكون اختفت درجة الحرارة على كوكب نيبتون أبرد من أي درجة حرارة شفناها قبل كده على كوكب الأرض لدرجة إن حرارة السطح بتوصل لـ 218 درجة مقوية تحت الصفر وعلشان بس نوضح الصورة أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على كوكب الأرض كانت 89 مقوية تحت الصفر في شرق القارة القطبية الجنوبية والغريب إن بالرغم من درجة الحرارة الأوليلة دي إلا إن اللوب بتاع كوكب نيبتون درجة حرارته عالية جدا جدا لدرجة إن حرارة اللوب أعلى من درجة حرارة سطح الشمس بدرجة حرارة بتوصل لـ 7000 درجة مقوية نيبتون اتسمى على اسم إله الماء والبحر عند الرومان وهو الإله المقابل للإله بوسايدون عند اليونانيين والكوكب مر بكذا مرحلة لحد ما وصل لإسم نيبتون وأول ما تم اكتشاف الكوكب اتسمى الكوكب الأبعد من كوكب أورانوس وزي ما تشايفين طبعا كان اسم جميل وبالرغم من الإسم الفضيع ده إلا إن الناس برضو قالت لأ هنغيره وأول حد أقدم له اسم معقول شوية كان جوهان جوتفريد جال والإسم اللي اقترحه كان جانوس في حين إن جيمس تشالس اللي كان مدير مارسة كامبرج في الفترة دي قدم اسمه أوشيانوس لكن جه بعد الاثنين يوبان ليفرييه وقال إحنا هنسميه ليفرييه بما إنه هو اللي اكتشفوا يعني بالإضافة كمان لإنه ادعى إن المكتب الفرنسي وافق على التسمية دي وطبعا التسمية دي ما علقتش مع الناس اللي برا فرنسا لحد ما جه في الآخر فريدريك جورج وهو فلكي ألماني وقدم اسم نيبتون وفي النهاية كل الناس وفقت عليه بعض الفلاكيين طرحوا نظرية بتقول إن كوكب بلوتو فعليا هو أمر من أأمر كوكب نيبتون قبل ما يقدر يهرب من حقل الجاذبية بتاعه إلا إن بالرغم من هروبه من جاذبية نيبتون ما قدرش يهرب من جاذبية الشمس وبدأ يدور حواليها والحجة بتاعتهم في النظرية دي إن كوكب بالحجم الصغير ده صعب جدا إنه يتكون في مدار بعيد جدا كده عن الشمس لكن مع ذلك النظرية دي مش متوافق عليها 100% في المجتمع العلمي وبكده يبقى أنت